وهنا الموقف ده بيعلمك ازاي تجيب تفوق من انتشارك الجاي على الرقعة احسن نقل هنا ونقل بريليان اللي هي بشوف G6 الله 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 بشوف G6 نقلة انت موك ما تفكرش فيها ارجع تاني المربع ده G6 محمي كم بيدا محمي بيدا اين يا استاذ وبرغم كده الجراند مستر بيضحي بشوف G6 ودي تضحية اسطورية بالفيل دلوقتي بنجد الفيل هنا هو طالب ايه طالب ماد فاكتر من مربع هنا فيه ردين لو كلب البيضة الاتش ساعتها هتديله ماد على عمود الاتش كش ماد في مربع اتش ايه ولو كلب الاتش هتديله ماد بالوزير على الوطر الممين على مربع اي سيكس مع الفيل القوي اللي موجود على مربع دي فوق ولو لعب ان اف سيكس دي النقلة اللي ممكن يدافع بيها مؤقتا عشان يدافع عن البيضة اللي موجود في اتش سيبي ساعتها هتأكل بشوف في حصان وتقول له هات وزيرك وهات ماد النقلة الجاية وكده كده انت بتكسب في كل التفرق اللي انت تتعليقه من الموقف ده اول حاجة زي ما جراند مستر بوبي فيشر بيقول بيقول لك تنبع التكتيكات القوية من الوضعية الموقفية الجيدة